السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة بغادي ديوغو سعيدة جدا بلقياكم كانت منها تكونوا بصحة جيدة وفي احسن احوال بما ان عيد المولد النبوي الشريف قرب باذن الله ما بقش ليه بزاف فغادي نبدأ نزل لكم اقتراحات الحلويات العيد واليوم غادي نبدأ اول اقتراح غادي نحضره غريبة ديال سميدة والكوك كان سبق لي اقتراحة عليكم وصفة من قبل ديال هاد الغريبة كدجي كذلك زوينة بزاف مشقة ومعلكة غادي نلقاوا الرابط في صندوق الوصف واليوم غادي نحضره هاد الغريبة بطريقة اخرى غادي نضيفه معها الدقيق الابيض الغريبة السابقة فيها غير سميدة والكوك هادي غادي نحضرها كذلك غادي نضيفه مع المكونات شوية ديال الدقيق الابيض وبمقادير مختلفة كدجي كما كتشوفو مشقة وكدجي رائعة جدا خفيفة وهشيشة غير جربوها ورضو ليا الخبار الى عجباتكم الوصفة كالعادة ما تنسوش تديروا لايك ولكنتو ما زل ما اشتركتوش في القناة واعجبوكم الوصفات مرحبا بيكم اشتركو وما تنسوش تفعلو الجرس باج ما تفوتكم حتى وصفة يلا نشوفو المقادير وطريقة تحضير غادي نحتاجو 150 جرام ديال جوز الهند وهنا غادي نديرو وقفة جوز الهند ضروري يكون من نوع جيد يعني يكون رقيق وميددم ما يكونش ناشف هو التمن ديالو كيكون زيد شوية ولكن را ضروري منه لانا يلا استعملنا جوز الهند ناشف وغليد فهو غادي شرب لنا السوائل وما غاديش تجمع لنا الحلوة نهائيا يعني وخا نحاولو نضيفو كيميا كتيرة ديال البيض ما كتجمعش لنا الحلوة فا بالاحسن نختارو جوز الهند ليكون من نوع جيد غا نحتاجو 150 جرام ديال سميدة رقيقة و120 جرام ديال سكر سانيدة او سكر الخاشين وغادي نحتاجو البيض من جوجة البيضات حتى الاربعة على حساب الحجم ديال البيض انا استعملت هنا بيض اللي صغير فحتاجيت ربعة ديال الحبات وكذلك كمية البيض كتبقى على حساب سميدة واش كتشربو للا وعلى حساب ايضا حتى جوز الهند غادي نحتاجو ال60 جرام ديال دقيق الابيض ومعي القا صغيرة ديال خميرة الحلويات الخميرة كيموية وغادي نحتاجو القشور برتقالة او قشور ليمونة انا ما كانش عندي البرتقال فادرت قشور ليمونة هو ملء احسن كجيزوينة بقشور البرتقال وغا نحتاجو ال12 سنتيليتر ديال زيت زيت نباتي وغا نحتاجو كذلك سكار غلاسي او سكار بودرة لتزيين كناخ دو قصرية غادي نوضع فيها المكونات الجافة كلها غادي نوضع جوز الهند سكار سينيدة الدقيق الابيض ومع القا صغيرة ديال خميرة الحلويات مع القا صغيرة عامرة نغرب لوها وهنا وخطب لكم كمية الخميرة قليلة فطريقة الطهي هي اللي كتخلي هاد الغريبة تشقق كنضيفو كذلك سميدة وقشور الحامض او الليمون غا نخلطو هاد المكونات مع بعض مزيان بيدينا ثم غادي نضيفو الزيت 12 سنتيليتر ديالزيت غا تلقاو المقادير مكتوبة في صندوق الوصف وغادي نخلطو مزيان هاد المكونات بيدينا حتى يتغلف هاد تغلف هاد المكونات الجافة كلها بالزيت نخلطوها مزيان هاد الغريبة سهلة جدا في التحضير ومكونات ايضا بسيطة وكذعطينا شكل زوين والديد ثم غادي ناخدو جوج حبات ديال البيض نطربوهم غا نبقاو نضيفو البيض غير بشوية بشوية انا هنا ضفت جوج حبات وغادي نخلطو وهنا كنشوفو الى بقى العجين ناشف فغا نضيفو بيضة اخرى خاص العجين يكون معلك وكيلسق باليد يعني يكون العجين مطلوق ما يكونش ناشف نخلطو مزيان وحنا كنشوفو فهنا كما كتشوفو العجين ممكن ان يشكلو كويرات ولكن ناشف بزاف يعني لاخد من ابيب حالكة غا تجي الحلوة ديال نقاصها بزاف وما غاديش تنجح انا ضفت دابا حبات ديال البيض وغادي نخلطو وهنا كسبقى النوعية ديال السميدة وكذلك النوعية ديال الكوك او جوز الهند كتلعب دور فالعدد ديال الحبات ديال البيض غا نضيفو حد اخرى مازال العجين ناشف فكيما كتشوفو هو ما تجمعش بقى طريفات انا ضفت البيضة الرابعة دابا وكيما كتشوفوها والعجين تطلق يعني ما بقاش ناشف وتجمع فغادي نعركوهم زيان بيدينا وهدى المرحلة حتى هي مهمة بزاف ضروري اننا نعركوه بحلكة حتى كتدخل المكونات في بعضياتها وتندمج فهدوهما الحويج اللي خسكم تعرفوهم قبل ما تحيط توجدو هاد الحلوة فكيما كتشوفو العجين مطلوق وكي يلسق باليد دابا غادي نخليوه يرتاح باش كيشرب ما ما نشكلوهش كويرات وهو بحلاكة لانا الى دخلناهم الفران غادي نيهبطو غادي يجيونا بلا يعني غادي نخليو العجين يرتاح حتى كيشرب مزيان كنخليوه من 15 حتى العشرين دقيقة وممكن يحتاج وقت اكتر يعني ممكن يحتاج حتى نص ساعة كنخليوه حتى يشرب من بعد كنشكلوه كويرات وهادي كذلك مرحلة مهمة بزاف في تحضير هاد الحلوة باش تجيكم ناجحة انا اغطيتو ببلاستيك غدائي بعد ما ارتاح العجين هانتو ما غا تشوفو معايا شرب وفي نفس الوقت باقي العجينة طرية يعني ماشي قاسحة مخصهاش شكون قاسحة كيما كتشوفو ارتبه بزاف ولكن ممكن ان انا كنشكلوها كويرة وكتبقى الكويرة شاد داراتها ما كتهبتش ده بغا ندهنو يدينا بشوية دي الماء الزهر وغا نبدو نشكلو كويرات كنشكلو في لوو العجين كلو كويرات او لا كمية كبيرة دي العجين نشكلوها كويرات عاد كن بمشي وندوزوهم في سكار غلاسي باش ما يبقوش ايدينا في سكار غلاسي ويرجعو للعجين يعني كيكونوا ايدينا عامرين بالسكار ومبقاو نقيسو في العجين من الاحسن نديرو هاد طريقة الحجم ديال الكويرات كيبقى حسب الرغبة ديالكم وممكن انكم تاخدو ميزين وتعبروهم باش يجيوا عندهم نفس لاطاي من بعد كناخدو سبعين جرام ديال سكار غلاسي او سكار بودر نغربلوها وهنا ضروري تستعملو سكار من نوع جيد حتى هو كيكون شوية زيد في الثامن الى ما كانش عندكم سكار غلاسي من نوع جيد طحنوه وغربلوه وضيفو عليه معلقة صغيرة عامرة ديال الناشا فهدا سر ديال الحلويات كيديروه باش كيتبت سكار غلاسي على الحلوة يعني كيبقى تابت عليها ما كينزلش نخلطوهم زيان وغادي نبدو ندوزو الكويرات اللي حدرنا فهد سكار ومباشرة كنحطوه في صفيحة ديال الفرن نحاولو ما نضغطوش عليهم نخليوهم على شكل كورات كنستمرو بنفس الطريقة حتى نكملو الكيمية اللي عندنا كلها انا فرشت البابي كويسون في الصفيحة وهنا ممكن انكم تضغطو بالابهم ديالكم في الوسط ديال كله غريبة هاد طريقة اختيارية اللي كيعجبو هاد شكل ممكن يديرها وممكن تخليهم بحالكك يعني بلا ما تضغطو عليهم الفرن ديالنا في هاد الاثناء يكون سخون مزيان ضروري سخون مزيان الفرن كندخلو هاد الغريبة كنطفيو لتحت وكنخليو في اللول شعل عليها النار غير من الفوق وتكون النار مهيلة يعني بحال لي غادي نطفيو الفرن تكون مهيلة بزاف كنخليوها حتى تبدأت تشقق من الفوق وكنشعلو لتحت كذلك ما تكونش النار قوية لتحت انا ما كنطفيش الفوق لان النار مهيلة فكتاخد وقت باش يتحمر الوجه فكنشعلو لتحت وكنخليوها حتى تطيب وتتحمر ونخرجوها وهذا هو شكل ديالها بعد ما خرجتها من الفرن كيما كتشوفو انا زيت الحلوة اللي طابت مزيان الوسط ورجعت الخرين كذلك اللي في الجناب حتى تحمرو وخرجتها وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها بصحة والراحة شكرا على المتابعة والى اللقاء مع وصفة جديدة